اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يلتحقوا فينا بعد شوية توفيق الراشحي الوزير مكلف في الإصلاحات الكبرى يكون حاضر معنا ونحكي معها في أكثر تفاصيل ياسمين الحمروني مرحبا اهلا وسهلا أهم الأخبار اليوم والخبر بعد خروج تونس في القائمة السودية هو اعفاء محافظ البنك المركزي صحيح اليوم تم في العشية هو اعفاء محافظ البنك المركزي الشهد للعياري من منصبه بقرار من رئيس الحكومة يوسف الشهد رئيس الحكومة قدم مقترح لرئيس الجمهورية البشي قايد السبسي وفقا للفصل 78 من الدستور واقترح تعيين مروان العباسي في بلاسة الشهد للعياري شوالك سيواليد هو كما كانت تحكي هو مقترح معتر خاطر الفصل 78 للدستور يفرض انه تعيين او اعفاء محافظ البنك المركزي يتم باقتراح من رئيس الحكومة موافقة رئيس الجمهورية ثم التصويت في مجلس النواب الشعب معتر فما بروسيدور كاملة يجب يقع احترامها المرحلة الاولى تمت اللي هي اقتراح الاعفاء وتعيين السيد مروان العباسي عوضة عن السيد شادي العياري لكن هل هي مسؤولية سي شادي العياري اليوم محافظ البنك المركزي في انه تونس اليوم في القايمة السوداء مرة اخرى شو ده واضحي من ده بالاعفاء جاء للمحافظ البنك المركزي هو طول المقترح اللي خرج ما فيش تبريرات عليش وقع اقتراح اعفاء السيد محافظ البنك المركزي سحكش مرشف كيب صراح ولكن مفهوم انا نعتقد انه هذي القطرة التي افضت الكأس لانه فما كمير على امتدات عدد سنوات مع انت المؤشرات المالية بصفة عامة ما كانتش جيدة بالعكس ماشي وتتدور وخاصة في شهر جنوبي 2018 يعني وصلنا على مستوى الريزير فاندوفيز هبطنا الى مستوى 84 يوم مع انت مستوى منخفضة جدا معانا سنوات ماوصلناش للمستوى هذا على مستوى الفلوس اللي تحاوس اسباس في البلاد تقريبا اخرطنا 12 مليار دينار مستوى قياسي ماوصلننوش منذ عدد ماوصلننوش حتى مرة في تاريخنا وقت اللي نشوفه في 2010 كنا في مستوى تقريب 5600 5800 ألف مليون دينار معانا اكثر ما الدوبل تو معانا ومالقناش الحلول الكافيلة باش نقصوا يعني هالترانزاكشون اليوم قاعدين ينخروا في الاقتصاد الوطني وقاعدين يخلقوا في مشاكل لدى القطاع البنك اللي هو يعاني من نقص في سيولة ما تنحى محافظ المنك المركزي الا من خرج التونس في القائمة السوداء مرة اخرى يعني الربط واضح تواتر عدة احداث جاء في جرة بعثة حتى البلاك ليست متاع الانيو اروبيان متاع الباراديفيسكو زادراء والبنك المركزي زادر عنده فيها جزء وين مسؤولية البنك المركزي في هذا من المسؤولية البنك المركزي شوف احنا للأسف من وقت اللي صار استاتيو جديد متاع البنك المركزي في 2016 اللي هو منح الاستقلالية للبنك المركزي على غيرار البنوك المركزية اللي موجودة في عدد بلدان في العالم يعني عبارة انقطع التنسيق مع اجهزة الحكومة على كل ما هو مستوى اقتصادي ومالي معطل الاستقلالية عبارة انفهمناها بالغلط وولا البنك المركزي هكا دوتون زون تون يخرج باش ينبه على بعض المؤشرات في اول عجز الميزان الانتجاري زاد في راهو لرزير فوندو فيز نقصو في معاش عمنا امكانياد في المرة الاخرى في مجلس نواب الشعب قالك انا ما عنديش مكانة تطبع في الدولار اما عندو مكانة تطبع في الدينار بار كونتر لانو فاما بلانشة بيه معطا ظهر للعيان والخبراء الماليين كل ينجموا يلكونفيرم الكلام هذي دانك فاما انكون كورد وفاما زادة معطا وقت اللي كان يلزمنا باش ناخذوا قرارات وكان من الممكن اتخاذ قرارات ما قمناش باللازم وما صارش التنسيق الكافي مع اجهزة الحكومة باش يعني تتخذ اجراءات لدفع الاقتصاد ولتحسين المالية العلمية هذا شيء ما اليوم نحكيك على هذه القائمة وحكام الرقابة على الجهاز البنكي والمالي كان مش نحكيه على القائمة هذية اخيها القائمة هذية شنه القائمة السوداء على اساس انه تونس تعاني من نقاس استراتيجية كبرى في مجال مكافحة طبيعي الاموال وتمويل الارهاب هذا البنك المركزي نبه له ثم تقرير خرجه مع لجنة التحليل المالية وقال رأي تونس فيها مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب هون يدور البنك المركزي مش بشي نبه هون يدور البنك المركزي بشي راقب بشي يمنع عمليات من نوع هذية بشي حاسب الناس اللي قامت بالعمليات هذية بشي عدي لدوسي للقضاء لأنه هو اللي يتثبت في الدكلاراتون دوسوبصون اللي جيوها الدكلاراتون دوسوبصون يمشيوا للبنك المركزي اللي هما تنظر فيهم لجنة اللجنة تونسية لتحليل المالية دونك مسئولية للبنك المركزي بشي يقوم بالإجراءات هذية وعندوا مسئوليات أخرى زادة كيف كيف للتحكم في نسبة تضخم اللي هي وصلت المستوى قياسي 6.9% في جافي عندوا مسئولية للتحكم في سعر الصرف وسوق الصرف بصفة عامة كيف كيف وصلنا المستوى قياسي وخسرنا أكثر من 21% من قيمة الدينار في عام واحد إلى غير ذلك من المعطيات هذه القطرة التي أفضت الكيس مسألت نعتقد اليوم معانت هذه القطرة التي أفضت الكيس واللي خليت يعني القرار هذا يقع اتخاذه وأنا نعتقد اللي كانوا خموا فيه من قبل منذ بضعة أشهر ولكن تواجهت معانت أنك وكور دو سركنسطانس اللي هو خلى قرار في بلاستو ما هوش كابش فيداء شدي العياري ما نعتقدش اللي هو كابش فيداء والقرار أنا حسب رأي ما يلزموش يقف على مستوى الاعفاء أو فقط إذا كان ثم مسؤوليات يلزم تتحدد يلزمها تتخذ في شأنها إجراءات من نوع آخر وإذا كان ثم مسؤوليات أبعد من سيد محافظة البنك المركزي كيف كيف ماذا بنا نمشي شو معنا يلزمو يتحل تحقيق المناة في البنك المركزي لا هو تحقيق إذا كان يلزم يتحل تحقيق يتحل تحقيق شوف إذا كان اليوم نقول وراها وعنا إحنا مصنفين كبلاد ما تنجمش تكافح تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وما هوش نمبورت كي اللي حطنا في تصنيف النواة ذا معتفهمة مسؤوليات إذا ما تحدد هذي مسير بلاد هذي مش هموش بتعطفد لك وما ينجمش يكون محافظة البنك المركزي وراحده اللي كان قائم بالعملية هذه ولا يخدم في الدوسيات بيديه ولا يغطي عليهم بمفرده فما مسؤولياتي زي ما تتحدد وأنا نعتقد اللي هي تتجاوز شخص سيد محافظة البنك المركزي نحن بش نقعد في نفس الموضوع ياسمين تونس مرة أخرى في القائمة السودية تونس هي في القائمة من القائمة السودية للجانات الضريبية للقائمة السودية كما كنا نحكي وتوى للدول الأكثر عرضة تنليم خاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذا صار اليوم بعد ما صوت 357 نائب في البرلمان الأوروبي على القرار هذا مقابل 283 نائب صوتوا ضد ومتنعوا 26 عضوا على التصويت تونس كانت في حاجة ل375 صوت معاها بش ما تتصنفش في القائمة هذه اللي تتصنف اختيرها باشا وبش تمس بصمعات تونس نهر خمسة فيفري اللي تعادى شاكرت مع تنهارين التالي كانت في مجال ساعة ما في البرلمان الأوروبي في سخاس بوغ في فرعان صوت ترح تصنيف تونس مارين كريستين فيغجا وكانت ضد تصنيف هذه حكيت على دول الخليج حكيت على أفغانيستين ليبيا مش موجودة في القائمة السعودية ليبيا مش موجودة عطت الأمثلة لكل دول الخليج على ليبيا على أفغانيستين حكيت على تعهدات لحكومة تونسية وعليقت لحكومة تونسية كما قلنا معت الإجراءات وتعهداتها مع البرلمان الأوروبي كانت تواجهت حتى بكلم شارس نجمه نقوله الفريدريكا موغريني هذه شوية مقطع هذه كانت تدخلها بين 4 إلى 6 دقائق هذه مقاطع من يسار وتلبرح في البرلمان الأوروبي لحكومة تونسية Mais quel signal envoie-t-on aux investisseurs et aux créanciers de la Tunisie ? Quels dégâts auront été faits d'ici à ce que la Commission revienne sur son acte délégué ? Le fera-t-elle ? Et si oui, quand ? La Tunisie demeure fragile économiquement. Elle avance pas à pas dans sa transition démocratique. Faut-il rappeler que ces nouvelles institutions n'ont vraiment commencé à travailler qu'en 2015 et que la modification de la législation sur ces sujets ont été parmi les premières mesures prises, ce qui a enclenché la procédure GAFI un comble. Est-ce vraiment la meilleure façon de soutenir la Tunisie comme nous ne cessons de le programmer que de la faire figurer sur cette liste ? Madame Mogherini a rappelé encore aujourd'hui que la stabilité de la Tunisie et la pleine réalisation de sa transition démocratique sont des questions prioritaires pour l'Union européenne qui sera toujours aux côtés de la Tunisie. Alors, il faut agir en ce sens, Madame la Commissaire. Je crains personnellement que les enjeux soient autres et que l'on cherche à faire pression sur la Tunisie pour qu'elle mette en oeuvre plus rapidement d'autres réformes, d'autres réformes, et notamment certaines réformes dites structurelles. On a beaucoup de l'am� de la France. Mais on a beaucoup de l'am� d'envoie, on a beaucoup de l'am� d'envoie. On a beaucoup de l'am� d'envoie. مع بلدين أخرين إحنا توجدنا فيها على القائمة السودية وإحنا معنا بهم حتى علاقة وهما معنا صحيح للجلسيسيون بتاحهم معنا طبعات ياسر على تونس رأوا تحطينا عبارة ما عندناش دولة وقت اللي هو في ليبيا بالحق ما عندمش دولة وما تصنفوش التصنيف من النوع دي الجانب السياسي موجود وحتى ثم بعث حتى البلدين الأوروبية بالضبط كما تم في الليستمتع الباراديفيسكو فمعادة بلدين أوروبية كانوا نجمون موجودين أكثر من تونس في الليستمتع الباراديفيسكو ولكن بحكم اللي هم ينتميوا لليونيون أوروبيين يعني أقع عفقهم العملية هذه إحنا المرة هذه زادة كيف كيف سويل عليش شوية مرتبط لدين فما الجانب السياسي اللي فيه تعصف على تونس لأنه رأى وإحنا في مجالة مكافحة طبيب الأموال نعتبره قمنا بتقدم حتى تشريعين عن قانون أشوات أي على المستوى التشريعي خاصة أصدرنا القانون متاع أوه 2015 بعد خرجوا لدكريد أبليكاسيون مؤخرا خرج يعني منشور بنك المركزي عدد ثمانية لسنة 2017 اللي هو زادة كيف كيف يهم مكافحة طبيب الأموال وتمويل الرئيب يعني عن مفتوى التشريع ليقافات اللي صارت بالنسبة للنسبة متخلقة اللجنة تونسية للتحاليل المالية وبدأت تشتغل ولكن بطريقة غير ناجعة غير كافية والهناي التقييم اللي عملته القافية أنت ما جاوبنيش على المسألة السياسية عليش عقبوا فينا العقابة ذاية في حين أنه وثمت دول الأخرى كيما ليبيا أفغانستان دول الخليج اللي تجمع تكون هي في القائمة السوداء ونحن لا شوف شاكر ذا يا راي معطا ذا مسألة متاع مصالح يعني اليوم تعرف أنت مثلا العلاقة في ليبيا وتعرف البترول متاع ليبيا وين قاعد يمشي قاعد يمشي برنسيب المون للبلدين للاتحاد الأوروبي وبتسهيلات من مسؤولين ليبيين ومن دي جينيغو وثم وسطاء واللي هما انستاليه في مالطا وفي إيطاليا وفي بعض البلدين الأخرى الأوروبية واللي هما عندهم حسابات وعندهم تمويلات وعندهم دي ترانسفير إذا كان اليوم ليبيا تتحط في الليست من النوع ذا هذا كله مش يولي عليها العينين ومش يولي الترانسفير ما يصير كامسيف ومش تولي كل الوبراسيون تتحل فيها عندوس هي إن كيستيون ما ومني جات الفلوس سيكون ريسبون عكوا دونك دونك هذوكم دول عندهم داعمين متاحهم فما مصالح معتا اللي هي تخلي إنه يقع السامح لبلدين من النوع ذا إنها ما تكونش موجودة في في الليست من النوع ذا وما اللي رزموا بالنسبة لنا أحنا زاد راو مشير أخرى ما قمناش بالخطوات تنجيو نحنا ما بش نجيو مسؤوليتنا نحنا أنا حكيك على التصنيف السياسي يعني منفم من كلمك نحنا ما عناش ظهر ما عناش دعم نحنا ما عثماش مصلحة من ورانا هذك غريش تحطينا في وما عناش ديبلوماسية قوية اللي هي تنجيو ما تدافع علينا باش ما تخليناش نتحطوا في دياليس منه هذي عنا كتاب الدولة ما وانتي ما عندك شاكة وما عندك شاكية دونك تولي تلقى روحك انتي دي ما يذولي آخر قالت كومين بومبي ان غير دفو بعد أبريكو هنعملنا آخر مرة كتاب الدولة للشؤون الديبلوماسية الاقتصادية لا هذي مش بتاع كتاب الدولة هذي معنا ديال القافية في نوفمبر وقت اللي أصدر التقرير متاعه اطلب معانا التزام على أعلى مستوى هرم السلطة واللي هو تم عن طريق رئيس الحكومة لونك رئيس الحكومة من ناحية ومحافظة البنك المركزي من ناحية الأخرى كيمال الميموراندوم اللي صاححنا معلي في مين سلامهم شوز اللي يجزيج حاجة دوتريه نيفو عخاطر التبعات متاحها عندها تأثير كبير جدا على العلاقات ما بين تونس والاتحاد الأوروبي وما بين المتعاملين الاقتصاديين والماليين فما دي ترانسفير درجون اتترا دونك عندها قيمة كبيرة يسر هذيك علش يزون اكزيجي ديزانجاجمان كبار من النوع هذا ولكن بعد في المتابعة ما سارش متابعة كما يلزم وما سارش لبيين كما يلزم معانا وراه وحنا نبهنا على الحكاية هذه من نوفمبر اللي فات من نوفمبر ديزانبر قلنا رأي أكثر من البراديفيسكو طبعا عندها تابعات هي ما سارش الوحدة انت قبيلة سامحني مرين قبيلة قلت انت السيدة نايبة اللي تكلمت دافعت على تونس أكثر من تونس احنا خرجنا دي كوميونيكي الكتائف خرج دي كوميونيكي والبونك سنترال خرجت دي كوميونيكي بورباناليزي لكيسيون مش تقول راي حكاية فرغة اي قصدك على البلاكليست قصدك على اي بان سور وقت اللي هي مايش حكاية فرغة ووقت اللي هي حقنا وفد كامل لتنقل الاتحاد الأوروبي باش يمنع عملية منه هذي احبش نرجعولو الموضوع ذي باكثر تفاصيل شكوين يتحمل المسؤولية شنوما التابعات خطر انا شفت كتبت تابعات البلاكليست اي حبيت قولك في مايخ كيف ما قلت مهم جدا عمل ديبلوماسي اللوبيينج والعمل يلزم فورسينج ولوبيينج وخدمة كبيرة ديبلوماسية ممكن احنا معناش عمل ديبلوماسي صحيح مدعا لبيين ريس شكرو على مجهود دا فرنسا لكن هون يقول لك فرنسا راه القفية فيها دول حتى عربية يعني ماهيش كان فرنسا ولا عديد من الدول القفية باش نرجع لك وقتاش تم لانسكريبسي بتاع تونس في التقرير هذي في الموضوع تترح من نوفمبر 2016 تعدل البلانييغ في نوفمبر 2017 ومن نوفمبر 2017 احنا نعرف لك مصارج تحرك سياسي ديبلوماسي تونسي لإخراج تونس كانوا فهمة سبعتاش ولا أكثر من سبعتاش دولة اليوم الأدراج لسبعة دول يعني دول الأخرى قامت بالعمل الدبلوماسي والسياسي متاحها وبرقت برقت ساحتها من هذا التبييذ الأموال والإرهاب هذا الخطير تقرير من نوفمبر لكن التقرير زادة الاكتاف استنادا لتقرير الاكتاف زادة نوصله احنا نتحطه في مواقع كيف من هذية المشكل شنو يقولك المساج ديما يتعدى من عند الونيون غوبيين ومن عند المجتمع الدولي شي يقولك يقولك احنا حاشتنا بحاشتين حاشتنا باستقرار سياسي حاشتنا بمكافحة الفساد في تونس وحنا كيف ما رينا مثيقة قارتاج على شنو مبنية مكافحة الفساد مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد اليوم هذية المغياش مبين الإرهاب والفساد في تبييذ الأموال وتمويل الفساد شنو نجعله مليبات شوية فنجعله في المسائل السياسية ولكن انت كتشوف التركيبة متاع القافية وتلقى فيها بلدان خليجية تفسر شنو القافية والأزمة اللي صارت مبين البلدان الخليجية والمراجعات اللي صارت في مجمع البلدان خليجية منها قطر والسعودية نفهم اليوم صار عبارة تخلي من نوع معين على ديزالي موجودين في البلدان العربية قرصة يعني قرصة اي وحنا ما فهمناش العملية هذية بالطريقة هذية وما حطي نهيش معطي نهيش الأهمية الكافية أنا رجعين باتشوي بش نحكي على الموضوع الذي بأكثر تفاصيل مع وزير مكلف بالإصلاحات الكوبرى توفيق الراشحي شنحكي على هيئة تونسية الاستثمار اللي بدأت في العمل المتاح يا اسميني واليوم الدشن في صباح تم تدشين المقر الرسمي للهيئة تونسية للإستثمار فلاك اللي هي تعنى بمشاريع الاستثمار في كل القطاعات بعد تدشين زيد المجلس الأعلى للاستثمار انعقد في دورته الأولى وترأس رئيس لحكومة يوسف شايد الجديد وهني يهم ياسر المستثمرين أنه بالنسبة للبشاريع اللي ما تتجاوز حمسة 20 مليون دينار تم إحداث المخاطب الوحيد للمستثمر صلب الهيئة بشيط لهاب الإجراءات الإدارية في 24 ساعة هذه فكرة على تركيز المجلس وقيمة المشاريع اللي انطلق بها وزيدة إحداث المخاطب الوحيد جزء مؤسسة تذوم مشارعبه دور أساسي في المرحلة القادمة في تشجيع المستثمرين وتحفيزهم وفي النهوض الارتقاء بالمنظومة قانونية الاستثمار في إطار بتبع الحال التشريع الجديد تعرفوه قانون الاستثمار عنا أكثر من 50 إجراء نحب ونعملوهم في السوداسية الأول لتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتسريع الأجيال للنظر في الملفات المستثمرين فم مشروع القائمة السلبية اللي مش تخلي مبدأ الاستثمار هو الأصل وحريط الاستثمار هو الأصل والرخصة هي الاستثناء وكذلك أيضا مبدأ سكوت الإدارة المخاطب الوحيد هذا يشخم بالإجراءات عوضا عن المستثمر عند الجيشيونيك اللي هو موجود في الطابق الأول من هذه العمارة إذن في ظرف 24 ساعة إذا كان ملف المستثمر يكون مستكمل ونحن بش نعاونه خلينا الرحب وساعب ضيفنا وبش نحكيه معه بعد شوية في موضوع اليوم الغضب في التالة بعد الحادثة المريرة اللي توفى فيها زوز بنية الله يرحمهم اليوم سرور اللي يشري ورحمة السعدي رب يرحمهم سياكرم المستيري كهيت المدير في وزارة التربية مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك مش نحكيه جستنو على يوم غضب في تالة من جراء الحادثة اللي ماذا رب يرحمهم في تالة اليوم غضب كبير شاكرم بعض وفاة الزوز اللي يمضي البارح اللي يرحمهم اللي كنا خبرنا عليهم نتيجة الحريق اللي جدوت البارح في المبيت اللي كانوا فيه إضراب عام اليوم في كل المعتمدية لخدمة والقراية ولحركة تجارية مقابل ماسيرة دارة البلاد وفيها مطالبة لحكومة بفتح تحقيق والكشف على سبب الحقيقية لاندلاع الحريقة لبنية الزوز اللي يتوفى ودفنوا اليوم واحدة في معتمدية العيون وواحدة في منطقة بولحناش من معتمدية تالة رب يرحمهم ويصبر عائلتهم الزوز بعد شوية من تالة بشكر معنا يشاهد عياد على عملية الحرق اللي صارت كيف كيف في المبيت وابو رحمة السعدي رب يرحمها وربي صبر عائلتهم الزوز وريري الهجري مريم يعني اللي صار بالحق مأساة اللي صار اليوم معناها والبارح تحديدا في تالة يزيما نخفو عليه ويزيما نعرف التحديد للمسؤوليات خطر نجم تكرر الحال ثمار وشوف شكر نجم قول قايل حوادث مثل هذه نجم تصير وتتعرض لها أي إنسان في أي مكان لكن وقتاش تولي مأساة وقت اللي نشوف مثلا احتجاج الأساد ذا اللي خرجوا في مظاهرات وقالوا أنه تم التنبيه بأنه فما مشاكل في المبيت هذا وتم التنبيه لأنه يجب سيانة المبيت لأنه ماهوش محمي ماهوش ماهوش مايسكنش طالب تلميذات ولا مراهقات يعني سيدي لسيين وتم التنبيه للمخاطر اللي موجودة غاديكا ويقولوا هما عبروا عن غضبهم وعن استياءهم واعتبروا أنه هذا إهمال يعني من طرف لزارة هذا اللي سمعتوا وهذا اللي شفتوا في تعبير الأساد ذا الغاضبين واللي احتجوا اليوم على اللي ساير في العملية حانثة هذي اللي صرت اللي هي توقت واللي مأساة كتقول يعني إهمال كتقول لي فما منك دانت ختين كتقول لي يعني فما يعني تم التنبيه له وقتها نقول أين الوزارة للمرينيش لأن المسؤولية موجودة لأن التنبيه صار لأنه شفنا الصور المبيت معناها تجي كل شي إلى المبيت حالة مزرية يعني حالة أقرب ما يكون إلى خلينا نقولها سجن من المبيت إذية شنرجعوله بكثر تفاصيل مريب كما قلنا بظيوفنا الموجودين والأستنكار يجينا من عند ناس من القطاع يعني بيدو يعني أساد مباشرين ويعرفوا وما ينجموش هما يكونوا ضد وزارتهم يعني وضع سياكر المستيري كاهيت المدير بشتنرجعوله الموضوع به أكثر تفاصيل لكن اليوم هل فكر وزير التربية أنه يكون موجود على الأقل في دفن الزوز بنايات هذوما أولا نحب نستغل المناسبة ذي وحضوري على المنبر هذا أن نجد والتعازي لعائلتي الفقدتين رحمة سعيدي وسرور هيشري ولكام الأسرة التربوية بإعدادية 25 جول نحن نعتبر أنه الحدث هذا حدث جلل الحادثة موجعة وأليمة ونتكلم من منطق مش الإداري فحسب وأن من منطق التربوي نحن مربيين في النهاية وما لهم إلا بناتنا وأبنائنا المصاب كبير بالنسبة لوزارة التربية وما نعتقدش أنه الحادثة هذه ما أثرتش في جميع هيك الوزارة التربية باختلاف مستوياتها التعاطي مع هذه الحادثة الحقيقة كان التعاطي فوري وفي القبان وبادرت الوزارة بإرسال وفد من الوزارة يترأسه السيد الكاتب العام بوزارة التربية مع عدد من الإطارات بالإدارة المركزية وتعقدت جلسة على مستوى المندوبية الجهوية للتربية لنظر في حيثيات هذه الحادثة والاتخاذ التدابير الفورية علماً وأن الإطار التربوي والإطار العامل بالمؤسسة كانت دخل بصفة فورية ونحب نستغل أيضاً المناسبة للتنويه بالهبة اللي هبها الإطار التربوي الحاضر والمتواجد على عين المكان في سرعة ونجاعة التدخل مع أيضاً التنويه بالمجهود اللي قاموا به الحماية المدنية في التدخل السريع لأنه كانت ممكن أن يتكون الحجم الخسائر البشرية والمادية أكبر لو وقع تأخير في التدخل اللي تقريباً ما خذاش أكثر من 15 دقيقة تم إخماد الحريق بالكامل اتأكد الوزارة علاوة على أنه تم التنقل الفوري وفي الأبان اتأكد على فتح تحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ كافة القرارات والإجراءات المستوجبة طبقاً للتراتيب المعمول بها في الغرض هي كل حادثة نعرف أنه وزارة التربية هي وزارة مسؤولة من نجم إلا أن نحد المسؤوليات وفق التراتيب المعمول أنا جاينا مساكل المسؤوليات وش نحكي فيه بمطولة إضافة بسيطة فحسب اسمح لي أنه الوزارة السيد الوزير شخصياً يتابع في الوضعية حينياً ويأكد على أنه التحقيق سيشمل كل من سيطاله البحث أي أن كان ومفهما حتى حد خارج نتاق القانون أو غير خاضع إلى المسائلة والمحاسبة التحقيق مش يسمن رصد الإخلالات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المؤسسة التربوية تحديد المسؤوليات على معنى المسائلة والمحاسبة تنرجع له بكثير تفاصيل كون كان موجود فينا اليوم تعزوز بناية من وزارة التربية من وزارة التربية ما عنديش معطيات لكن المؤكد أنه سيد المندوب الجهوي ممثل وزير التربية في الجهة يكون حاضر بكثير تفاصيل بعد شوية وبشيكون عنها ضيوف من الترب سقوط طائرة عسكرية اليوم يخلف قتل 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 نترحم عليها عسكرية هي طائرة إليكوبتيرة عسكرية تحت اليوم في القائلة وقت إقلاعها بالقاعدة العسكرية ببوفيشة كما قلنا للأسف نترحم عليها عسكرية توافا وتجرح وزوز أخرين بإصابات اختلاء حادثة أخرى صارت اليوم في القائلة في منتقة عين مليتي من معتم ديتة برسق في ولاية باجة وهي انقلاب مدرعة للحرس الوطني كانوا في وسط ثمانية عناصر من الحرس الوطني أربع منهم جرحوا بجروح خفيفة شاء الله ربي معهم شاء الله ربي يشفيهم وتعزينه للعسكر اللي توفى اليوم في الحادثة هذه ياسين العياري رسميا نائب عن ديتلمانيا في مجلس النواب ياسين العياري نائب جديد عن قائمة أمل أدى القصم هو اليوم الصباح في جلسة عامة في مجلس النواب أول ظهور هذا لياسين العياري اليوم كانائب في مجلس نواب الشعب أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأنا ألتزم بإحكام الدستور وبولاء التام لتونس شكراً 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 للمشاهدين لكنه اليوم ما تفرجوش على المقطع هذي على الوطنية الثانية عليش على خاطر البث بث الجلسة من الفضائي تعدى للأرض مش مستنسي مسلسة دي ما الجلسة تتعدى على البث الفضائي جلسة مجلس النواب الشعب رئيسة مؤسسة الوطنية تفعلت وأقالت اليوم في القائلة طول من بعد ما صارت الحادثة هذية مدير القناة الوطنية الثانية عامة بربورة وعودت بث في القائلة إداء القصم اليسين العياري وأشغال جلسة الصباح رغم ما قيل أنه بسبب عطب فني خلينا نسمعه اليوم ما هو ليتقال في مجلس نواب الشعب تم الاتصال بالسيد المدير العام للتلفز ساعة موقع يعني إثارة الموضوع موقع الاتصال به وأعلمنا أنه وقع عطب فني عند بث سم عند بث العشرة دقائق الأولى من الجلسة العشرة دقائق الأولى موقع عشبث بما فيها أداء اليمين وتعاهد تعاهد سيد رئيس سيد مدير العام للتلفزة تعاهد بالبث على الفضائية اليوم لأداء اليمين لسيد نيب أيمن العلوي هذا يتوب متلقي درج rapping الآيمن العياري سمح أيمن العياري لأن أيمن العلوي هو الأثار الموضوع أو يسير العياري يسير العياري شك عفو تمام obedient مركزه وإيم ثم رأى تغلط في يسر يسير العياري اليوم فما حاجة أخرى هو أنه مركز تونس لحرية صحافة طالب بفتح تحقيق بعد قطع البث الفضائي عنده دايسين العيالي القسم معتبر اللي اللي صار هذا ممارسة تختيرها تتعارض مع أخليقيات المهنة غريب اللي صار نريب اليوم يعني حادث قطع البث ثم بعدها يعني تيتم إيقالة مدير قرية وطنية عامة بربورة والله هي ما تستحقش لحكاية إيقالة المدير يعني تنجم تكون عطب صار تنجم تكون صارت مشكلة في البث ما تستحقش يعني ردة الفعل هذي كل ممكن لأنه فهمة شوية حساسية بالنسبة يعني صدفة صارت ياسين العيالي ممكن هو عمل اجتهاد زيدا في حالة أنه هو عمل اجتهاد بالحق يعني إيقالته اجتهاد يعني شخصي ما قالوا لوش ولا وحده هكيك أحبي قص البث لأنه يعرف أنه عديد من الأطراف غير راضي على وجود ياسين العيالي في البرلمان هل تتصور أنه مدير للقناة الوطنية يجتهد بشي يقطع بث على النايب في المجلس النواب يعني ينجم وصارت مشا مرات حالات من الاجتهادات هكي يمكن تطلع ما فيه يمكن في عهد بن علي ما تتوى ليه بنصور شمانا في عهد بن علي ديهم التعليمات تتوى وليت فما نوع من الرقبة الذاتية والاجتهاد الذاتية هو كان بادر واحدي حتى بلكشي نعجب السوبريور يعني شنو تحي بتقول تحي بتقول أنه اليوم منا اللي صار ما هوش عطب فني مقصود ينجم يكون عطب فني كيف ما ينجم يكون نحن لتوى معانيش فيخسيون حقيقية وصحيحة بعدتو نعرفه نجم يكون عطب فني بالحق كيف ما ينجم يكون هو عمل الاجتهاد للإرضاء ناس معينة وقص البث وحده وقص البث وحده نجم تكون فرضية الثلاثة جيتوا تعليمات بقطع البث من شكون؟ تعليمات من الناس اللي غاء وقالوا فما ناس تحكم في التالبزة على كل موضوع شكون هم ما نعرفش للمتابعة واقع الحريات في تونس في 2017 وذي حسب الاتلاف المدني من أجل الحقوق الفردية ليقدم ليون تقريره سنوي وتقريره متى 2017 حول انتهاكات اليسارة واقع الحريات في تونس التقرير الضمن حالات وعينات لحالات اعتداج جسدية ومعنوية زيدا وقدم توصيات من أهمها إلغاء الفاصل 230 من المجالة الجزائية مع توصيات أخرى تهم الجانب التشريعي كما تفعيل القوانين منها منهضة العنف ضد المرأة وزيدا تهم الجانب المؤسساتي كما إحداث المحكمة الدستورية وحيد الفرشيشي عضو الاتلاف هذية المدنية من أجل الحقوق الفردية هوني يحكي على أبرز الانتهاكات الي رصدوهم في 2017 سجلنا عم نقول ثلاثة وفيات لأسباب تتعلق بالمثلية الجنسية في تونس في جابس وبالتبع في الكاف تعرضنا أيضا إلى أكثر من سبعين حالة قدام القضاء التونسي تم حكم فيها بالسجن على أشخاص نظرا أيضا إلى انتماءاتهم أو هوياتهم الجنسية تعرضنا أيضا إلى المهدية بركة في 2017 ثم أكثر من 120 زواج قاسر يتم في المهدية فقط بالنسبة للمنشور اللي تم اصداره في نهار 8 سبتمبر 2017 من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير العدل اللي يلغي المنشور السابق متى 5 نوفمبر 1973 ويمكن التونسية الآن من الزواج من أي قارين تختاره بقطع النظر على الديانة متاعه المنشور هذا من هارة الزر وحنا نتابعه في تطبيقه التطبيق متى يتم بصفة متفاوتة بعض البلديات قاعدة تطبق فيه وبعض الآخر يقول مزنت ما وسنيش المنشور بصفة رسمية باش نبدأ نطبق لاحظنا أيضا حملة ضد هالمنشور هذين من قبل مثلا جمعية الأيمة اللي هي بنسبة لها ترفض هذا المنشور لاحظنا أيضا العدول العدول للإشهاد اللي يمانعوا من تنفيذ هذا المنشور مشيولة الأساذة الجامعين ياسمين اللي اليوم كان عندهم وقفة قدام مجلس نواب الشعب أي اتجمعوا عدد منهم الأساذة الجامعيين قدام مجلس نواب الشعب وطالبوا بدعوة وزير التعليم العالي للمسائلة والمحاسبة نتيجة تفشلوا في التعامل مع ما وصفوه بأزمة كبيرة داخل الجامعة التونسية المنصق الوطني المساعد للإتحاد البحثين الأساذة الجامعيين زياد بن عمر صرح لراجو شمسة فهم إنه فهم 100 ألف طالب حالياً ما عداوش لمتحانات وقال إنه الوزير يسعى ليجعل سنة دير أسير حاليا سنة بيضاء ولازم محاسبته إنتي أستاذ وليد بن صالح متابع لي قاعد يسير مع الأساذة الجامعيين والله هي أستاذ وي شفي فكتالي هم الأساذة الجامعين البحثين هم اللي قايمين بالتحركات الاحتجاجية هذه وهو في وقع الأمر هم التحركات هذه مش جديدة رأى صارت في الأشهر سابقة ولما ما تمشي الاستجابة للمطالب رجعت التحركات هذه في الأسابيع الفاردة أنا نعتقد أنه في جانب كبير من المطالب بخلاف المطالب المالية اللي معطينا نشوف اللي هي معقولة خاطر اليوم الأساذ البحثين الجامعين هدوما ما مش تخريم في جري دو ساليخ اللي هي تمكن أنه بعد يصير أوتوماتيكما بعد كل فترة أنه بعد يصير عليهم اتفاق من المبدأي من الأول معطي بخلف العملية هذه فهمة مطالب أخرى اللي هي فيها جانب لتطوير الجامعة التونسية أكاديمي بحثي بأسيس وهو شيء مطلوب لأن الجامعة التونسية اليوم رأي قاعدة تموت قاعدة تف محل اليوم ما احنا في اللي كلاس مو انترناسيونو ولينا براتيكما ما عاش موجودين فهمة برشا بردان أخرين وبرشا جامعات اليوم تقدموا علينا أشوات كبيرة جدا ومن ناحية الأخرى نلقاوا اللي احنا عنا ديزيتوديون ليفريا ومام وأسادة جامعين مهماش لاقين الظروف الملائمة باش يقدموا اللازم للجامعة التونسية المجودات يزيما تكون موجودة مش شيرتين من عند الأسادة من عند الطلبة وخاصة من عند صلطة الشراف باش نقدموا بالجامعة التونسية راهوا هذيك من ضمن المكاسد القليلة اللي بقاتلنا منذ دورة الاستقلال التعليم والتعليم العالي هذي هم اللي احنا نجمنا نشتغلوا عليهم وركزوا عليهم وهذيك هو اللي يقعد لنا ومعناش حاجة أخرى تنجم تنفعنا أكثر من التعليم في الظروف مستوى تدري مستوى تشريح منذ قليل يسمين لسافير ارتحاد الأوروبي Patrice برغميني يصرح على مسألة وجود تونس دمن القايمة السوداء البولدال معرض لطبيق الأموال وطبيق الأرغب هذي تشريحوا اللي كان في ندوة حضرتها مريم كنت موجودة في هذه الندوة تتفاصيل هذي تشريحوا تمر رجعين بات تشريحوا تمر جاين بات تشريحوا تمر جاين بات تشريحوا تمر جاين بات تشريحوا تمر جاين بات حسب تحضر على الخطط تشريحوا تركوا في ندوة تدري تشريحوا تحضر على ندوة تنسي ce n'est pas une nouvelle sanction contre la Tunisie puisqu'encore une fois ça remonte au 3 novembre il y a des défaillances qui ont été ciblées par le GAFI par l'OCDE aussi qui avait encore une mission d'expert ici en Tunisie au mois de décembre et au mois de janvier il y a des défaillances sur lesquelles nous travaillons en très bonne intelligence avec le gouvernement et les équipes de Youssef Schreid définitivement, vous le savez tous mieux que moi la lutte contre la corruption, ce qui veut dire aussi la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme c'est une des priorités de la Tunisie aujourd'hui les déclarations qui arrivent de Bruxelles sont très claires la chef de la diplomatie européenne avait déjeuné lundi 5 février avec le chef de la diplomatie tunisienne pour évoquer notamment ces sujets la semaine dernière, si mes informations sont bonnes c'est un des sujets qui a été également évoqué lors de la visite d'État du président de la République française il y a eu des missions ministérielles tunisiennes à Bruxelles et à Strasbourg ces dernières semaines pour travailler sur ces dossiers il y a ces engagements qui obligent à plus de vigilance encore une fois pour s'assurer que les circuits financiers ne soient pas opaques et que quand il y a création de richesses que ce soit une création de richesses qui ne soit pas artificielle je m'étais engagé dès le début du mois de décembre avec le chef du gouvernement à sortir la Tunisie de cette liste noire ces choses faites, vous le savez, depuis la semaine dernière nous y avons travaillé ensemble parce qu'il y a des engagements aujourd'hui sur des sujets qui sont encore plus sérieux que l'évasion fiscale des sujets relatifs au blanchiment et à la lutte contre le terrorisme nous savons que la Tunisie est du bon côté mais il y a encore cette nécessité d'aller de l'avant sur des réformes, sur des transformations sur des modifications sur des réformes structurelles c'est par le changement c'est par cette ouverture qu'on luttera ensemble contre le blanchiment et le financement du terrorisme je l'espère que d'ici cet été peut-être d'ici la fin de ce printemps nous pourrons avoir ensemble pour la Tunisie un autre classement tout dépend tout dépend de la volonté du volontarisme des autorités tunisiennes et sur ce chapitre-là il n'y a aucun doute à avoir pour lutter contre la corruption lutter contre le financement du terrorisme c'est ce qui est الاتحاد الاوروبي باتخيس بيرجاميني قال انه تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعارضة لطبيع الأموال وتمويل الإرهاب ما هيش عقوبة والاتحاد الاوروبي بش يدعم تونس كما دعمها في التصنيف اللي فات بش تعود خرجت من التصنيف اللي فات فما دعم بش يكون زادة للتونس وتوقع بيرجاميني انه بش تخرج تونس من التصنيف هذا قبل الصيف وانه الحكومة التونسية كانت على علم بالموضوع ولكلام اللي قلت وانت وليد من نوفمبر وكان تم لقاءات وعمل بش ما تدخلش تونس في التصنيف هذا لكن مع الاسف موجودين فيه توا ولازم توا التواخي الحذر لمواصلة العمل على الإصلاحات الكبرى والإجراءات اللي بش تخلي تونس تخرج من تصنيفها ضمن القائمة السوداء للبلدان المعارضة أو المعارضة لطبويل الأموال والتمويل الإرهاب ماريكو تحاضرة في الندوة هذه أو في اللمه هذه اللي يعطى فيها التصريح هو التصريح كان سمعنا توا تلسة مرات قال كلمة في وسط الفيديوانس دفايانس دفايانس خالل يعني نتكلموا اليوم على خالل الحذر للحذر الحذر للفجلانس ذكا سيلاستخدام ذكا سيلاستخدام ذكا سيلاستخدام استخدام أكثر المشكل أنه هو حسب كيف ما يرى ويرى وأنه الاتحاد الأوروبي وكيف ما عاونونا المرا اللي فاتت في حكية لستنواق لأخرة بتاع ماليزة ريبي أو دولة غير متعة ونأجي بأيا اليوم نفس الشي لكن هذو ما نحبوا دي سينيون نحبوا إشارات من عند تونس من عند الحكومة التونسية أنه أنتم قادرين أنكم تخرجوا روحكم من مرحلة إلى مرحلة أخرى من نوفمبر بلاحكي اليوم فلا من نوفمبر هذه موجودة يعني حكاية القافية من فان أكتوبر دميل دي سيد اللي يعني تم القرار يزون عضيجا أدوبتية بلاحكاية بدأت من 2016 لليوم بش نوصلوا ندخلوا في وسط القائمة السوداء الثانية لازمنا خدمة كبيرة كيف ما قلنا قبيلا يحكي على دي سينيو يلزمنا إشارات نوريو أنه نحن قادرين اليوم أن نخرجوا أنفسنا من هذه شنو الحلول الحلول هي العمل على مكافحة الفساد على مكافحة تبيض الأموال التعاون بين الإدارات وبين الحكومة والأطراف الأخرى خارجية ودخيلية من أجل مكافحة هذه المظاهر وقال أيضا في تصريحه بيرغاميني أنه مكرا والرئيس الفرنسي لما جاء تحكي في الموضوع هذا يا وليت تحكي في الموضوع لأنه كان متوقع والجلسة اللي صارت اليوم كانت مبارنجة عندها عدة أسابيع حتى الجلسة اللي صارت الأسبوع للفرط نهار 29 جنفي للاستماع للتبريرات مختلف البلدان اللي مش يتحطوا على القائمة هذه كانت مبارنجة زادة كيف كيف الناس كل كان في بالها اللي أحنا مش نمشي في العملية هذه تبقينا لو كان قمنا بأعمال استباقية منذ نوفمبر اللي فات كنا نجمع على قليلة نبدأ الخطوات الأولى نوخر شوية في الدسيزيون هذه كوكور الليست هذه تصير لها ميزة جور بريوديك هذه سيكون ديريكتيف أوروبيان يجب يقع احترامها ولكن احنا مشينا في تنسيب الأمور ومعطينا هش الأهمية الكافية حتى لأنه راول اللي صار بعد تقرير القافية في أول نوفمبر أنه وقع التزام من طرف الحكومة باش نقوموا بعدة إجراءات هذي دان لكادر اللي ساميوه هم بروغرام دوسويفي رابخوشي معانتا متابعة دقيقة متابعة للسيقة للقورة هذه وليد بش نرجعول الموضوع هذه بكثرة تفاصيل خلينا لملاحظات لا نطرح سؤال إحنا نحكيو على النوفمبر اللي فات معانتا عندنا داو ديجات لذاشر إس يجيك بعد توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الكبرى في حكم يوسف شد زعم نصوره يعطينا إجابات إذا كان عنده على مسألة وضع تونس في قائمة سوداء مرة أخرى راجعين بعد شوية مع سياكرا من المستير كهيت مدير في وزارة التربية أيضا ضيوفنا من تالا حول المأساة خلينا نقول اللي صار تلبرح زوز بنيات اللي تحرقوا في مبيت 25 جويلة في تالا ومشوا ضحية وثم بنيات أخرى منعت لأنه قامت جعانة مسكينة إذا اللي صار في مبيت 25 جويلة بش نرجعونه بكثر تفاصيل فاصل ثم رجعين